الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يبعد فقول القائل الصحابة رجال ونحن رجال كلمة حق أريد بها باطل فنعم بشر ورجال ونحن بشر ورجال لكن ما مراده بأذي الكلمة مراده بأذي الكلمة أن يسقط أقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لنفسه أن يفهم القرآن وأن يفهم السنة على الوجه الذي يريده هو ناسيا ومتناسيا قول النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ومتناسيا قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشدأ على الكفار الرحماء بينهم ومتناسيا سناء النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في عدة أحاديث ومتناسيا أن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتله على أصحابه وعلمه لهم فمنه تعلموا مباشرة بلا وسائط بل من فمه أخذوا صلوات الله وسلامه عليه وارضوان الله عليهم ويكفي أن أذكر مثل هذا بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والله الذي لا إله غيره ما من آية من كتاب الله إلا وأن أعلم أين أنزلت وفي من أنزلت ولو كنت أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغ المطايا لأتيته يقول ذلك ولا يراجعه أحد إقرارا منهم له بالفضل وكيف يجعل أيضا قول الحبر الكريم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم أعلموا الحكمة وفي رواية اللهم أعلموا الكتاب وفي ثلثة اللهم فقهوا في الدين وعلموا التأويل كيف يدعا له بمثل هذا الدعاء والله قال في كتابه الكريم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا على أحد الوجوه في تأويلها وإلا فلا عدة وجوه في التأويل كيف يجعل من دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه مثلي ومثلك بارك الله تعالى فيك